تعيش البيضاء على وقع مزاج تختلط فيه الصدمة بالوجع الذي خلفه اقدام الميليشيا على اعدام اربعة من اعيان ووجهاء منطقة الى عمر جريمة لم يألف اليمنيون عليها لا في سلمهم ولا في الحرب وتوصف بحكم الاعراف بالعيب الاسود واي عيب بقي لم تطلت تخبه الميليشيا في حربها الانتقامية ضد اليمنيين لم يتوقف حق الميليشيا واتباعها عند هذا الحد فالبيضاء التي نامت على جريمة بالامس تصحو في صباحها التالي على جريمة اخرى لا تختلف كثيرا في البشاعة عن سابقاتها حيث عمدت الميليشيا الى احراق العديد من منازل المواطنين في مديرية ردا يرى الكثير بان جرائم الميليشيا تأتي في اطار الانتقام من ابناء المحافظة الذين تمكنوا من تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والافراد خلال عامين من المعارك التي لم تتوقف معارك عنيفة اندلعت في جبهتي كساد والحبج التابعتين لمديرية الزاهر تمكنت خلالها المقاومة الشعبية من التصدي للميليشيا التي حاولت التوغل في المنطقة واجبرتها على التراجع وحده الوجع هو الجديد المتجدد في يوميات اليمنيين بعد ان فرضت عليهم الميليشيا حربا لا يجدون سبيلا للخروج من دائرتها الا بمواصلتها مهما تعظمت التضحية هكذا ارادت الميليشيا التي ابت الجنوحة لكل فرص السلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة